بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أصدقائي الأعزاء النهاردة إن شاء الله هنحلل سهم أبو إير للأسم ده إحنا أمبارح كنا عملنا تحليل الأسهم القيادية في البورصة المصرية وقلنا إن الفترة اللي جاية دي إن شاء الله رب عامين هنركز بقى مع الأسهم اللي هي تعتبر أسهم تييلة أو لها تأثير بقدر ما سواء على القطاع بتاعها أو على السوق عاماتها فهنبدأ الفترة اللي جاية إن شاء الله رب عامين نبدأ كده نشتغل على الأسهم واحدة واحدة مع بعض إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أبو إير للأسم ده أبو إير للأسم ده إحنا اشتغلنا عليه قبل كده كتير اللي ده من الأسهم اللي إحنا بنشوف فيه حاجات فنية يعني من الأسهم اللي بتحترم القواعد الفنية لو حداك عاوز تبص على التحليلات السابقة بتخش على قناة اليوتيوب وتكتب في محرك البحث نفسه بتاع اليوتيوب الكود بالطريقة دي بالضبط كده بما بين قصين صغيرين رمز أبو إير الأسم ده وبعد كده عاد الأنسي ودوس إنتر هيطلع لك التحليلات آخر تحليل كان يوم 14 يناير 2019 عشرنا فيه لنقاط مهمة هنقولها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين الساهمة حاليا لو أنت بسط للرسمة اللي قدامك دي فيه في المنطقة دي نموذجين قلنا عليهم يوم 14 واحد كان نموذج وتطهابط ونموذج أو قناة اللي هي الولف ويف أو موجات وولف ووصل الهدف بتاعها بالضبط هنبدأ بالتدريج كده نشرح واحدة واحدة الساهمة مؤخرا من بعد 14 يناير ده الساهمة وصل معنا لأهداف الولف ويف وبعد كده عمل معك نموذج رأس وكاتفين الهدف بتاعه بيحصل بطريقتين موجودة على مدونة عادل أونسي محمد نموذج الرأس والكاتفين كيفية تحديد هدف نموذج الرأس والكاتفين برجاء قراءة الموضوع ده عشان تعرف الهدف بالضبط ليه طريقتين أو ليه هدفين هدف حسابي اللي هو المضمون الوصول إليه وطبعا ما فيش حاجة اسمها مضمونة حتنكلم معايا بطريقة الكتابة كده يعني الهدف اللي هو المضمون الوصول إليه والهدف اللي هو الكبير الهدف الأول كان عند 23 جنيه 81 إلش والهدف الكبير عنده مستوى تقريبا 22-88 الهدف الكبير نظرا لإنه كان عمل ده خط الرأبة هو ده خط الرأبة اللي هو الخط الأحمر ده كان عمل اختراق أو كسر نزولا في المنطقة اللي احنا فيها دي كده كان عمل هنا هو كسر نزولا وبالتالي عملت عنده باعتبار ان حدك مثلا كنت من المتداولين داخل السهم ومجرد ما عمل اغلاق اسفل خط الرقبة انت عملت خروج هنفترض بقى ان الهدف بتاعه كان مفترض يكون عند مستوى 23 واحد وثمانين ايه شو بيعتبر انك عملت خروج عند كسر خط الرقبة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها بالماوس دي اللي انا بشاور لك عليها بالماوس هو بالفعل وصل للهدف نزل وصل الهدف لكن قبل ما يوصل الهدف عمل معك حركة كده عمل ارتدادة صعودا الارتدادة الصعودة دي هنعملها دراسة تحليلية حالا دلوقتي نبص مع بعض كده خط الرقبة هو احنا انتفقنا ان مدونة عدل انس محمد وقناة اليوتيوب اللي هدف الرئيسي بتاعها تعليمي فاعتذر بس اولا باعتذر ان انا بحل سهم واحد فقط لان السهم ده احنا لو بصينا كده كل الشرطات اللي قدامك دي على سهم ابو اير فقط فمش هينفع ادخل معا سهم تاني المهم نرجع لنقطة بتاعتنا خط الرقبة هو صعب وبالتالي الاغلاق السلبي كان هنا في الشام علي بالنسبة للكسر السلبي نزولا احنا قولنا قبل كده في كذا قاعدة الناس بتشتغل عليها في واحد مثلا يقول لك احط تحت ده باعتباره مثلا تريندلاين صعب في ناس تقولك احط 5% نزولا ويبقى دوقف الخسارة بتاعي وفي ناس وانا بقى من الناس دي اللي هو مجرد الكسر السلبي يعني كسر خط دعم او كسر خط اتجاه نزولا بالنسبة لي لا يحتاج لتأكيد يعني مش هستنى ليه لان ممكن في حالة الكسر نزولا الشامعة الوحدة في بعض الاحيان بتحصل كده في الدروب الكبير في الاسواق ساعات الشامعة الوحدة قد تصل الى 10% شمعتين متتاليين وهو الشرط اللي الناس في بعض الناس بتحطه برضو يعني في ناس تقولك ايه لما يكسر تريندلاين ب5% نزولا اخرج اللي هو وقف خسارة ده باعتبار ده تريندلاين ما نجعب نموزج الرأس وكليفين دلوقتي انا بتكلم على باعتباره تريندلاين صعب اه ففي ناس تقولك ايه 5% كسروا نزولا اخرج وفي ناس تقولك مجرد ما يكسروا نزولا اخرج انا من النوع التاني ده في ناس تانية بقى تقولك ايه مجرد ما يديني يومين متتاليين تحت نقطة الكسر اخرج النقطة الاولية اللي هي الـ 5% بين ذلك اللي ما بيشتغلش عليها اللي سبب الـ 5% قد تجر وراها تجيب وراها 10% و 15% هيشتغل معك حد الطمع وحد الخوف انك لما ييجي عند الخمسة في المية طيب والنفرد عمل 5% بالزبط مش خمسة واحد من 10% مثلا هتقول لا استنى البكرة يروح بكرة لدعك 10% يبقى كده خلاص نزول 15% على حس انك قاعد مستني ده طمعا ما ينفعش النقطة التالتة اللي هي كسر النزول لمدة يومين متتاليين طيب والنفرد عمل اليوم الاولين 10% والسوق كان سيئ جدا وراح رازي على طول بعدها تاني يوم 10% بقى انت خسرت 20% على طول بقى انت بتحط نفسك في نسبة مخاطرة عالية طيب في الحالة اللي قدنا دي بقى بالنسبة لنا شخصيا انا بقولها لكم انا شرحت لكم الجهات النظرية او كل وجهات النظر بالنسبة لي باشتغل على الكسر السلبي ليه؟ زي ما قلتها لكم في الفيديو بتاع اول مبارح تقريبا بتاع ايجي اكس 30 فوات الربح افضل بكتير من تكبد الخسارة احنا بنفروض نشتغل على كده انت بتشتغل فراس المال ليه عشان تزود فلوسك مش عشان تباين لنفسك الاحترافية مش عشان تباين لنفسك ان لما يكسر الخط ده يومين لأ في احتمال التالت يطلع ده كده احنا دخلنا في حتة مش صح المهم نخش بقى على النموذج بتاعنا نموذج الرأس والكاتفين نموذج الرأس والكاتفين هنشتغل عليه الحتة الصغيرة اللي نابولك عليها دي هنفترض بافتراض بقى ان انت اشتغلت على نموذج الرأس والكاتفين هنا ادي الكاتف الايصر وادي الرأس وادي الكاتف الايمن والمفروض كسر ونزولا هنا هتشتغل انت بقى راجل المفروض خرجت هنا صح كده الكسر بيتم في الجلسة دي الخروض بيكون في الجلسة التالية لان احنا قلنا والخروض اضغلاء بالنسبة لي هو اغلاق آخر عملية في الجلسة على اخر عملية التنفيذ يعني هنا انت مخرجتش في الشمعة السودة دي انت مخرجتش بتفعل الخسرة انت ثاني يوم يبقى الكسر بالنسبة لي كان هنا الكسر بالنسبة لي تحقق وتأكد بشمعة سلبية تحت الخط الرأبة هنا الشمعة صغيرة ولا كبيرة انت اثناء الجلسة مش عارف بالفعل دي هتبقى شمعة صغيرة ولا كبيرة احنا شايفينها كده حلوة وصغيرة قدامنا كده لان خلاص الشامعة خلصت والتشرطات بالكامل تكونت. انا هنا بكلمك على اساس انك داخل الجلسة هنا. قبلها بيوم الشامعة السودة دي كانت كسر خط الرقبة لزولة. الشامعة اللي بعدها انت قاعد جوا الجلسة لسه لان الشارط ما تكونتش. لكن انت راسم بالفعل قدامك. وعمل كسر سربي في اليوم اللي قبلها فانت رايح ناوي تخرج. فخلاص هافترض انك خرجت هنا ولم تنتظر الشامعة. وانا منهم انا بقول لها دي انا بشتغل كده. خاصة على النمازج الفنية اللي هي تعتبر نمازج فنية خطيرة. ونموذج الرأس والكاتفين يعتبر من اخطر النمازج الفنية. ليه? لان النتائجه بتكون محققة. بنسبة كبيرة. اه امبارح واول امبارح كررت جملتين تلاتة كده اللي هي ايه? ان اي نموذج فني يحتمل نسبة فشل لا تتمسك بالنسب الايجابية حتى ولو وصلت لتسعة وتسعين في المية نسبة تحقق الهدف. لكن بيبقى في واحد من عشرة ممكن يجي من نصيبك. المهم فبتحط ايه هنا بقى? عايز تحسب الهدف. فحطنا الهدف هنا اللي هو محسوب بالنسبة المقوية المشروحة هنا على نموذج الرأس والكاتفين. بنحسب المسافة بالكامل وبتشتغل على خمسين اه في المية منها. هنا بتضب بحساب المسافة بين اعلى قيمة. هنا بقى ايه? خمسة وخمسين في المية اللي هو الاقرب للوصول. انا كتبها لك هنا ايه? اللي يكون هذا هو الهدف المضمون مقارنة بالهدف الاول. الهدف الاول هو المسافة كاملة. زي ما هنقول دلوقتي. المهم فضربنا خمسة وخمسين في المية. طلع معاك الهدف عند كان. هنخلي بقى خط تقيل كده لان هنشتغل عليه دلوقتي. انا مش مش قاعد بدردش معاك كده ان انا بحكي لك اه نموذج الرأس والكاتفين كدرس تعليم. احنا خلاص شرحنا قبل كده على مدونة عدد الانس محمد. لكن انا هشتغل معاك دلوقتي على الهدف بتاعه. مش بندردش كده وخلاص يعني. فالهدف بتاعي اللي هو عند خمسة وخمسين في المية عند تلاتة وعشرين جنيه واحد وتمانين قرش. ركز معاك بعد ازنك بقى على الارقام. طيب السهم طلع تاني فوق. قلنا بيفشل امتى نموذج الرأس والكاتفين. احنا اعتبرنا ان ده الكتف الايمن هو. خلاص كده. بيفشل بالاغلاق اعلى من كمة الكتف الايمن. او اعلى القمتين ما بين الكتف الايصر والكتف الايمن في حالة اذا كان الكتف الايمن اعلى من الكتف. اه ااسف اذا كان الكتف الايصر اعلى من الكتف الايمن. احنا في حالتنا دي الكتف الكاتف الايمن او اعلى من اعلى القمتين من الكاتف الايسر والكاتف الايمن هنا الكاتف الايمن اعلى نقطة فيه عند 27 جنيه ونص بص بقى السهم عمل ايه معاك هنا بقى خلي بالك انت بتتعامل هنفترض ان الميكر ده شخص يعني الميكر ده مش شخص عادي ده شخص ملم بكافة الامور المالية سواء تحليلات مالية للأسهم او الفنية بكل ما فيها من تفاصيل وادق التفاصيل يعني عارف انك متابع النموذج ده وهو غرضه ونيته انه يغربلك مش هيخليك تخش معاتك باعتبر كده ان احنا بنشتغل بالنظرية التقامر ما بيننا وما بين الميكر ما هو ما بين الشاري والبايع دايما فيه سراعة طيب هو خرجك هنا هنعتبر انه هو خرجك كده وانت سلمت بالامر فيه غيرك دخل هنا بالشمعة البيضة دي باعتبرها الاغلاق اعلى من خط الرقبة صح كده؟ فيه ناس كده بتقولك ايه طالما لف ورجع تاني بس ده فنيا غلط الصح الاغلاق باخر عملية تداول في اي جلسة اعلى من قمة الكتف الايمن هي دي تعتبر اشارة الدخول المؤكدة وكسر او وفشل نموذج الرأس والكتفين القمة عندنا عند 27 جنيه ونص بص هنا الشمعة دي كام؟ عمل اعلى سعر 27 جنيه 55 لكنه عمل على كام؟ يعني الاغلاق اخر سعر على 27 جنيه ونص يبقى بالنسبة لي لم يغلق اعلى من الكتف الايمن لم يقلق ان الكتف الايمن 27 جنيه ونص يبقى افعل على نفس 27 جنيه ونص الشمعة اللي بعدها عمل هاي اعلى من هاي هنا كان ممكن تلاقي حد داخل عادي جدا نخلي بالك احنا نتكلم على الاغلاق هو اخر سعر بص هنا عمل كام؟ عمل هاي 27 جنيه وتسعين قرش عمل كلوز على كام؟ اللي هو اخر سعر في الجلسة 27 جنيه ونص يعني لم يغلق اعلى من 27 جنيه ونص اللي هي اعلى كمة في الكتف الايمن وبعد كده عمل معاك هبوط هنفطرد بقى هنا بالكسر ده انه كسر خط الرأبة الصاعد النيكلاين ده صاعد وبالتالي تكون عندي هنا complicated right shoulders اللي هو كتف ايمن معقد مكون من قمتين تمام كده؟ يبقى النموذج اللي عندي هنا نموذج رأس وكتفين بالاغلاق اسفل من خط الرأبة قدام حكتين يما برضو هتحط نسبة 55% دي نبعد بس الخط ده كده شوية 55% دي هنتقلها هي هي ليه؟ لان المسافة ما بين الرأس والنيكلاين ثابتة ما تغيرتش معايا وبالتالي 55% من المسافة دي ثابتة هنحطها تحت الكسر الكسر هو بالشمعة السودة دي ويبقى ده الهدف بتاعي هنا الهدف بتاعي هنا هنثبته كده ونخليه لونه فوشة عند مستوى هابط 24 جنيه 69 ارش هنا بقى الهدف اللي هو الكبير اللي هو المسافة كاملة ما بين الرأس وما بين النيكلاين هنحطها عند نقطة الكسر السلبية اللي هي الكبيرة دي هيبقى الهدف معايا عند كام؟ 22 جنيه 88 ارش هنخليها خط اخضر ليتحول خط دعم هام جدا وصله امتى؟ وصله يوم 3 ستة 2019 3 ستة اي داخل شهر رمضان الكريم تقريبا خلاص كده يبقى السهم عندي عن الهبوط من 17 3 2019 17 مارس 2019 هتقول لي انت مالك عمال تتكة اوى على 17 مارس ليه هقول لك يبقى انت كده اول مرة تبص معانا على فيديوهات على قناة اليوتيوب في درس هنا اسمه في اسف موضوع عملنا اسمه البورسة المصرية مؤشرات ودورات زمنية لو حدث لسه اول مرة تبص معانا على الفيديو ده قلنا الدورة الزمنية الهابطة بتبدأ من الاشارة الهبوطية بتاعتها بتبدأ من 15 مارس وتتأكد 25 مارس ننزل كده ونشوف 25 مارس مكمل معاك هبوط طلع شوية وبعد كده رح مكمل معاك هبوط الى يوم 3 ستة 2019 صح كده هنا الشامعة دي يوم 26 ستة 2019 الاشارة المؤكدة لدورة الصعود بتاعت يوم 25 ستة بشامعة طبعا لا يسبقها اتجاه وبالتالي لا يجوز لنا اطلاق شامعة همر لا يجوز لنا اطلاق الشامعة الهمر على الشكل اللي ظاهر قدامك ده في اتجاه عرضي لكنها الشامعة هناخد منها المعنى النفسي او المعنى الروحي اللي في ايه هو هو تغلب المشتري على البائع في الشامعة اللي هي بتاعت يوم 25 ستة شامعة بيضاء بعدها شامعة سوداء هنخش بقى في الشغل الفني الكبير اللي جاي في الشرطات اللي جاية لكن من فضلك تابع معنا الارقام بقى اللي احنا هنركز عليها دلوقتي في الشرط اللي ظاهر قدامنا دي اهداف نموذج للرأس والكتفين هدف 23 جنيه نمسك الهدف اللي هو ده 24 جنيه 69 وبالتالي ده اول مقاومة قوية جدا لان احنا قلنا الاهداف الهابطة للنمازج الفنية تتحول لمقاومات في حالة اذا كان السهم يتداول اسفلها وبالتالي يعتبر هدف سابق ومقاومة حالية 24 جنيه 69 ركز معايا بعد اذنك من فضلك ليه لاحظ معايا هنا عمل ايه مع الخط الفوشة ده بص هنا نبدأ من هنا بص هنا عمل ايه 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 شايف الشموع هنا عاملة ازاي مع الخط ده وبالتالي يعتبر خط مقاومة كبير جدا وقوي هنا خط دعم عند مستوى 23 جنيه 81 وهو مستقر اعلى الان اغلاق اخر عملية تداول يوم 27 ستة كان عند مستوى 23 جنيه 89 الدعم الكبير عند مستوى 22 جنيه 88 اللي هو اللو او الشمعة السودة الكبيرة ده ده كده على الشرط اللي قدامنا دلوقتي كسهم نفس نمسك المؤشرات الفنية مؤشر الماك ده عامل معاك صعود في حين ان السهم عامل معاك اتجاه عرضي وبالتالي ده يعتبر يفيد بصعود قادم المؤشر الماك ده يتداول اعلى من المتوسط المتحرك بتاعه وده ايجابي لكنه حتى الان تحت خط الصف وده يعتبر السلبي العام على مؤشر الماك مؤشر استوكاستيك يفيد بجنيه ارباح في اتجاه هابط عامل اتجاه هابط ده على استوكاستيك مؤشر RSI عامل اتجاه صعب يفيد ببوسط ديفيرجنز ليه بوسط ديفيرجنز نعمل خط رأسي هنا نعمل خط رأسي كده عند القاعدة نبص السهم نفسه كان عامل ايه بص القاعدة هنا عامل ازاي صحيح في صعود هنا لكنه اتجاه عرضي لكن مؤشر RSI واخد اتجاه صاعد صريح ده كده على الشارت الاوليني الشارت اللي بعد كده بحب بس اكرر ان المدونة والقناة اليوتيوب ليس فيها اي دعوة بشراء او بيع انما هي بنحلل السهم بوجهة النظر التعليمية بنشرح فيه الامور التعليمية المتواصل متحرك 14 دعم حالي طبعا بداية من مستوى تقريبا نعمل كده خط اوفق عشان مش عارف استاذه بالموس نعمل خط اوفقي الدعم عند المتواصل متحرك 14 عند مستوى 23 جنيه وتسعين هو تريبا واقف عنده بالزبط المقاومة الاولى على متواصل متحرك 50 عند مستوى 24 جنيه 60 المقاومة التانية عند متواصل متحرك 100 عند مستوى 25 جنيه 21 ارش ده كده بالنسبة للتدريج الديلي على الرسمة دي التدريج الديلي اللي بعد كده هنا الولف ويف نبص بعد اذن حضرتك يا ريت من فضلك ده هنا كان نموذج الوتا در هابط خلاص وقلناه على الـ 14 واحد 2019 نموذج الولف ويف او موجات الولف هنا كنا قلنا يوم 14 واحد ان الهدف الزمني اه بتاعها يوم هيبقى اربعتاشر اتنين اربعتاشر اهو هنا اربعتاشر اتنين الولف ويف مشروحة بالزبط بداية من الدقيقة 11 تقريبا على الفيديو اه الخاص بسهم ابو ايل الاسمدة والصناعات الكيموية يوم 14 لناير 2019 في الدقيقة اه اتناشر وعشر ثواني قلتلك ان الهدف الزمني اربعتاشر فبراير 2019 واكدتلك ان كل هدف يقبل الفشل كل هدف له نسبة نجاح ونسبة فشل نبص هنا كده عند اربعتاشر فبراير اللي حصل اللي هو الخط الاحمر اللي انا عمله لك ده اه اربعتاشر فبراير كانت دي الولف ويف الخط الاسود ده هو الهدف السعري وتلاقي الحد العلوي والحد السفلي للولف ويف هو الهدف الزمني عند اربعتاشر فبراير ووصل لها بالفعل عند اربعتاشر فبراير يبقى تحقق على السهم نموذج او الولف ويف والخط الممتد بتاع الولف ويف يعتبر خط مقاومات مستقبلي كل ما يصل اليه السهم هتليقي يعمل عملية جاني ارباح معك الى ان يتم الاغلاق اعلى منه ده كده الولف ويف وتحقق الهدف الزمني والهدف السعري على الولف ويف لسهم ابو اير للأسمدة هنا بقى على تديك الديلي في قناة سعرية هابطة تحفة بص بقى هنا عملت ازاي القناة السعرية واضحة جدا ان هو شغال ما بين حديها باحتراف غير عادي لما يقفل فوق منها انت راجل بقى قاعد برا السهم لسه ما دخلتش انت اه راجل قاعد برا السهم كده ما دخلتش بقى على الدورة الزمنية ولا غيره وقاعد متابع السهم ده عاوز اشارات دخول مؤكدة هنا في قناة سعرية هابطة السهم بيتدول ما بين الحد العلوي والحد السفلي بنجاح الحد العلوي هابط متحرك هبوطا بيبدأ بمستوى 24 جنيه 76 هنا هيتطلب منك انك ترسم الرسمة دي وتخليها قدامك لازم ليه لان الخط ده متحرك هبوطا داخل القناة السعرية الهابطة في قناة سعرية صاعدة القناة السعرية الصاعدة الحد السفلي بتاعها دعم بيبدأ بمستوى 23 جنيه 61 متحرك صعودا يبقى اشارة الدخول الجيدة والمؤكدة على السهم ده تكون اولا بالاغلاق اعلى من 24 جنيه 72 تقريبا يعني 24 جنيه 72 24 جنيه 75 عاوز تأمن نفسك بالزيادة هتشتغل على القمة السابقة الاغلاق اعلى من 25 جنيه هنجيب ايه بقى العرض بتاع القناة دي اهو ده كده عرض القناة دي بافتراض ولا يجوز لنا الافتراض لكن انا بعرف حداتي ازاي تشتغل عليه حسابيا لان السهم ده احنا اخر مرة حلناه 24 يناير 2019 تقريبا يعني بقى له خمس شهور صح ولا ايه يعني مش كل شوية بني مش كل يوم بحلل السهم معاك ومش كل يوم ببص على السهم حضرتك اللي اما متابع السهم ده عشان تشتريه اما السهم ده معاك فلازم تكون انت اللي بتتابع وتفكرني بالالقام وانا بصرك على السهم ساعتها ان شاء الله يعني فهنفترض انه عمل اختراق في المنطقة دي هيبقى الهدف بتاع الساعد كام هو المسافة دي في حدود 27 جنيه ونص تقريبا ده كده على الرسمة اللي ظهر قدامي يبقى مطلوب من حضرك انك تتابع السهم ده على القناة السعرية دي القناة السعرية الحالية هابطة ده باتجاه عام داخلها داخل الاتجاه الهابط في قناة سعرية صاعدة ده كده على الرسمة على الديلي شارت الرسمة اللي بعد كده على المتوسطات المتحركة وشارك 32 عملتلك هنا فيه عند شارك 32 وعند قمة سابقة مستوى دعم جدا هام جدا عن 23 وعشرين جنيه 88 اش تخلي بالك منه ده مستوى دعم هام الرسمة اللي بعد كده على التدريج الويكلي رسمتلك خط اتجاه هنا مش هو ده الاساس مش الخط ده هو الاساس الخط السفلي هو الاساس عملتلك موازلية هنعيدها من تاني عشان حدك تبص معايا بس ادي القمة السابقة برسم الخط موازليها هعمله كده اكستيند رايت وديله لون فوشيا علشان يبقى واضح معك ده غير القناة السعرية الهابطة ليه لان حصل تجاوزات هنا حصل تجاوزات خلينا بعيدة عنها دلوقتي انا ما بشتغلش على الديلي الشارت السابقة معلش هنقاس بقى الديلي الشارت السابقة دي دي على الديلي القناة السعرية الهابطة بتبدأ من يوم كم؟ بتبدأ من يوم 14 مارس 14 مارس اللي هي كانت الدورة السعرية الهابطة الدورة السعرية الهابطة هنا على الدي على الويكلي بتبدأ بمستوى من كم؟ من 4 مارس 2018 4 مارس 2018 مازال هابط عمل صعود بداية من كم؟ من 25 2018 صعودا الى 29 2018 ركز من فضلك على التواريخ كويس جدا عمل صعود الى 29 2018 يعني السهم ده كان ملتزم بالدورة الزمنية الصعودة هنا الخط الهابط ده عملت موازليه وبالتالي لاحظ معايا السهم عمل ايه معايا؟ السهم هنا خدوا خدوا الخط الموازلي خط مقاومة هنا عملوا خط مقاومة يبقى اذا توقع ان السهم ده لما يوصل عند مستوى تقريبا 26 جنيه 69 اش ده دخول استثماري ناجح بما شئت لها في حالة الاغلاق اعلى منه هتقول لي استنى كده بقى ولا اعمل ايه؟ طيب اقولك ده لا على التدريج الويكلي انا على التدريج الويكلي وشرحت لك على التدريج الديلي نقاط الدخول هنا بيدعم لك الصعود القادم اذا حصل الصعود على التدريج الديلي بتتوقع من التدريج الويكلي المقاومات يعني عند 26 جنيه 28 يعني 26 جنيه 27 جنيه في الحدود دي هتلاقي مقاومات على التدريج الويكلي برضو مفيش جديد هنا كانت نموذج اللي هو الدابل طوب ادم اند ادم وكان هدف هابط اول عند 22 جنيه و11 ارش نزل معاك لحد 22 جنيه 45 يعني قبلها بقروش بسيطة يظل مستوى دعم قوي جدا عند 22 جنيه 11 ارش في حالة الهبوط ودي الثلاث خطوط دول درجع الفيديو بتاع يوم 14 يناير هتلاقي الثلاث خطوط دول بتوع الاهداف الهابطة لنموذج دابل طوب مؤشر الماجد يعتبر سلبي حتى الان كان فيه هنا مفيش مؤشرات كان فيه مقاومات مستقبلية على شرق 32 اللي هو بتاعه عند 26 جنيه 63 فيه مقاومة سابقة يعني عملت لك حزمة مقاومات ما زالت ثابتة معايا ما زالت ثابتة بتبدأ بمستوى 26 جنيه 63 ارش صعودا الى مستوى 27 جنيه 70 ارش الاسبوعين متتاليين هنا عند مستوى 24 جنيه 79 ده على التدريج الويكلي يعتبر مستوى مقاومة كبير على المتوسط المتحرك 14 على التدريج المنطلي المؤشر الماجد سلبي مؤشر الاستوكاستيك خلي بالك هنا مؤشر الاستوكاستيك طبعا لا يجوز لنا الافترضات احنا قلنا هنا في الفترة دي كان عامل معاك داخل في منطقة التشبع البيعي هعمل لك خط صغير هنا كده لا يجوز لنا تسميت النموذج ولا يجوز لنا اطلاق النموذج لكن في حالة مستقبلا ان شاء الله رب العالمين اذا اغلق السهم ده اعلى من الخط ده هيكون دخول قوي وعملاق اعلى من الخط مؤشر الاستوكاستيك في حالة اغلاقه اعلى من الخط ده هيكون دخول عملاق على سهم ابو اير في حالة اغلاقه ده على التدريج المنطلي خلي بالك الار اس اي مازال اتجاهه هابط طبعا عمل اغلاق اعلى من تريند لاين هابط لكنه طبعا مازال هابط عمل اغلاق اعلى من تريند لاين هابط عمل قاع اعلى من قاع ينقصه فقط عمل قمة اعلى من قمة علشان نطمن لدخول السهم استثمارياً للراجل طويل الأجل للمستثمر طويل الأجل لان احنا نشتغل على التدريج المنصبية ده بكل بساطة هنا على الرسمة دي هنا على الكوارترلي لاحظ معايا هنا في شمعاتين داخلين جوا بعض لسه شريح حنبارح لو حضرتك من فضلك ارجع للفيديو ده ارجع للفيديو ده هتلاقيني شرحت فيه نموذج واللي قابل منه اللي قابل منه على اي جي اكس 30 شرحت نموذج اسمه انسايد بار هنا شرحت لك بالزبط ايه هو الانسايد بار والمقارنة ما بين الانسايد بار والشارك 32 وكيفية عمل حسابه حالياً على تدريج الكوارترلي الانسايد بار متكون الهاي بتاعه عند 29 جنيه 25 واللو بتاعه عند 22 جنيه 40 وبالتالي اخذ من ال22 جنيه 40 هو وقف الخسارة والدخول العملاق في حالة الاغلاق اعلى من 29 جنيه وربع لكن زي ما قلتها لك مبارح هنا على الكوارترلي مش منطق ان انا اقولك استنى لما يقفر فوق 29 جنيه وربع انا قلتلك كل ما يلزم السهم على تدريج الديلي كل ما يلزم السهم من مناطق دعم ومناطق دخول يعني تخلي بالك منها من الارقام دي ده كده بكل بساطة تحليل سهم ابو اين واسف لو انا طولت في الفيديو لكن احب اكرر ان ده طبعا الهدف الرئيسي هو هدف تعليمي قبل مأفل احب افكرك بالموضوع الاشتراك في القناة لو حضرت لسه اول مرة تابع معايا فيديوهات على قناة عادل انسي علشان تشترك معنا في القناة يشرفني ان حضرت تدوس على سبسكرايب او اشتراك هيظهر ليك رمز جرس دوس عليه بحيث تفعل الاشعارات يجيلك اشعارة على اي فيديو ينزل جديد على قناة عادل انسي واخيرا اسألكم دعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة